ولذلك أعظم ما تربي عليه نفسك الحياء من الله تبارك وتعالى وأعظم ما تستحضره دائما في ذلك الحياء من الله في الخلوات فالله أحق أن يستحيى منه ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين وهو يتولد من تعظيم منوط بود تعظيم الله تبارك وتعالى وود له محبة له جل جلاله وأعظم سلطانه فإذا ما عظم الإنسان ربه في الخلوات وأحبه تولد ذلك الحياء في قلبه وهذا أول مدارج أولياء الله الخلص ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المدارج عقب هذا الكلام قال وَإِنَّمَا جَعَلَ الْحَيَاءَ مِنْ أَوَّلِ مَدَارِجِ أَهْلِ الْخُصُوصِ لِمَا فِيهِ مِنْ مُلَاحَظَةِ حُضُورِ مَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ مُلَاحَظَةِ حُضُورِ مَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهِ فهم يرون الحق تبارك وتعالى حاضراً معهم فيمنعهم ذلك عن فعل القبيح وعلى ذلك بناء سلوكهم فإذا ما أردت أن تستحي من الله حق الحياء فراقب نفسك في الخلوات وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني ولذلك كثيراً ما يمتدح الله تبارك وتعالى عباده المتقين والمؤمنين بأنهم يخشونه بالغيب